شاهدوا قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 77 نمر إلى الإملاء الهمزة المتوسطة أنجز على لوحتي أكتب الهمزة المتوسطة على الحرف المناسب في الكلمات الآتية إذن قبل ما نكتب الهمزة المتوسطة فقلنا أقوى الحركات هي الكسرة إذن الحركات حركة قوية هي الكسرة إذن هي الكسرة هذه رقم واحد هذه القوية فيهم شكون تابعة الكسرة الكسرة هي أقوى الحركات تابعها الضمة الضمة رقم جوج تابعها الفتحة رقم ثلاثة وتابعهم السكون اللي هو الأضعف هو الضعيف فيهم فمثلا إلاجات الكسرة والضمة تلاقات الكسرة مع الضمة فتكون غادي يربح غادي تربح الكسرة والكسرة اللي كان نقوله الكسرة فهناك نضع على الياء يعني الهمزة غادي نكتبوها على الياء أما هالضمة فهي واحد لواء واحد لواء صغيرة الضمة هي واو صغيرة إلا تلاقات الضمة هي والسكون فالضمة غادي تربح وغادي نكتبوه الهمزة على الواو أما هذا الفتحة هذه في لقلبناها تعطينا أليف كما قال إذن إلى التلاقات ما جاء لان الفتحة والسكن غير تربح الفتحة وغادي نكتبو الهمزة على الأليف إذن هكذا هكذا كان نكتبو الهمزة المتوسطة وهذه أسهل طريقة باش نعرفو نكتبو الهمزة المتوسطة إذن كان نديرو الكسراهية اللي كتربحهم كلهم عاو تاني الضماء كتربح الفتحة والسكن والفتحة كتربح السكن والسكن كلهم كي يربحوا نجيو هنا يا سآلة اطلقات الفتحة مع الفتحة هكذا نكتبو على الأليف هنا بينا سآلة مؤمنون اطلقات اطلقات الضماء والسكن هيتربح الضماء فأرون السكن مع الفتحة هيتربح الفتحة على الأليف ثم بئر كسرا هي والسكن هيتربح الكسرا ونكتبو على الأليف بئر بئر بيرانزاران بئر أنزارا ثم أنجيز على دفتاري أكتب النص الذي يمليه علي أستاذي أو أستاذتي ثم أصحح إنجازي بتعاون مع أصدقائي وصديقاتي ننتقل إلى الشكل والتطبيقات الكتابية الحصة الثانية أنجيزوا أقرأوا نص جائزة الاستحقاق صفحة 72 وترجعوا للنص جائزة الاستحقاق وتعودوا تقراوه ثم ثانيا أضعوا سطرا تحت الفعل اللازم والسطرين تحت الفعل المتعدي في الجمل الآتية فقد ميزنا ما بين الفعلين قلنا الفعل اللازم هو الذي يكتفي فقط بالفاعل ويرفعه أما المتعدف ويتعدى الفاعل إلى انفعول به أو أكثر عاد سمير إلى البيت إذن عاد سمير فالجملاء هنا مفهومة واكتفى فقط بالفاعل ورفعه فعاد فهو لازم وقد نوضعه سطرا تحت الفعل اللازم عاد ثم وقف أمام أبيه وقف وقف من وقف وقف سمير أمام أبيه فأمامه هنا ليس انفعول به وإنما ضرف مكان إذن فابتلي وقف سمير فالجملة كذلك انفهومة واكتفى بالفاعل وقف من وقف سمير أو أحمد إذن فهو لازم سأله والده سأله والده سأل الوالد سميرا إذن سأله هنا فهو متعدي تعدى الفاعل إلى انفعول به فلنبغينا نرجع الجمل الأصل سأله سأله فالهاء هنا فالهاء هنا مفعول به مقدم يعني كيعود على المفعول به إذن نلتو نال فعل متعدي إذا بغينا نرجع الجمل الأصل دي الآن نقوله نال سمير الجائزة الجائزة فعل به فالتالي فهو فعل متعدي وحول الجمل الآتية حسب المطلوب نال حقه كاملا نال حقه كاملا إذن هو نال حقه كاملا المفرد المتكلم المفرد المتكلم يعني أنا إذن أنا أنا نلتو أنا نلتو حقي نلتو حقي كاملا أنا نلتو حقي كاملا أما لو قالونا الجمع المتكلم فهنا غادي نقوله نحن نحن نلنا حقنا كاملا إذن المفرد والمتكلم مفرد ومتكلم يعني كيتكلم شكو اللي كيتكلم أنا وأنا مفرد أما الجمع المتكلم يعني نحن غادي نتكلمه كلنا الجمع المخاطب ضمائر المخاطب كين أنت أنت أنتما أنتم أنتن إذن أنت الجمع المخاطب فهنا طلبونا الجمع المخاطب وقلنا ضمائر ديال المخاطب كين أنت كنخاطبك أنت أو لأنت أو لأنتما أو لأنتم أو لأنتن إذن فالجمع المخاطب عندنا إما أنتم ولأنتن إما أنتم أو لأنتن فنقوله مثلا غدين ديروحنا يا أنتم أنتم نلتم حقكم كاملا إذن نلتم نلتم حقكم كاملا إذن هنفها الجمع الجمع المذكر إذا أريد أن نديره الجمع المؤنات أنتم نلتم حقكم كاملا أو اللجي نلتم نلتم حقكم كاملا إذن أنتم نلتم حقكم كاملا ثم رابعا أرسم الهمزة المناسبة مكان النقاط وذي رسموه مرة أخرى الهمزة وقلنا مليكا نبغيو نرسموه الهمزة فعندنا الحركة القوية هي الكسراء تبعها الضمة تبعها الفتحة والسكن إذن هنا مليكا نقوله الكسراء يعني الهمزة على الياء مليكا نقوله الضمة على الواو نقوله الفتحة الهمزة على الألف واللي ربحات فيهم كنكتبوه الهمزة على إما الياء أو للواو أو للألف وقلنا الياء أو الكسراء هي كتربحهم كلهم الضمة كتربح الفتحة والسكن والسكن والأضعف فيهم فمثلا سألة إذن الفتحة مع الفتحة فنكتبوه على الألف ثم سائل الكسراء دائما الكسراء كتربح سائل سألة سائل وائلا سؤالا سؤالا إذن الفتحة مع الضمة ويتربح الضمة ونكتبوه على الواو سؤالا حول حقوق الطفل سألة سائل وائلا سؤالا حول حقوق الطفل ثم خامسا أرسم كلمة ابن أو لبن رسما سليما رحب إذن واش القلو ابن أخي واش بالألف ولا بدونه بصهره علاء بن زهير فقلنا بن كنحيد الألف ديالبن إلاجة ما بين اسمين علمين اسمين علمين بينهما علاقة قرابة اسمين علمين بينتهم علاقة قرابة أو لكذلك إلاجة قبل منها قبل منها همزة الاستفهام وأيضا إلاجة قبل منها كذلك ياء النداء إذن ياء النداء جات قبل قبل ابن كنحيد الألف جات قبل منها كذلك همزة الاستفهام كنحيد كذلك الألف أو الليلة جات ما بين اسمين علمين فرحب ابن أخي نرحب هنا فعل وآخي فابتلا قد نكتبه هنا يا الهمزة أو للألف ابن أخي بصهره علا إن إذن علا زهير اسمين علمين بينهما علاقة قرابة علا إن بنه بن زهير إذن هكذا كنكتبه ألف وابن قلنا ألف ابن كنكتبها إلا جات ما بين اسمين علمين اسمين علمين فهناك يخصنا نحيدها نحيد الألف جات وقبل منها النداء مثلا يا ابن أخي قد نحيدها يا ابن أخي كذلك إلا كانت قبل منها همزة الاستفهام همزة الاستفهام أبن جارنا أنت أبن جارنا أنت لأن الهمزة همزة الاستفهام فبتال يمين ممكن لكنا نكتبه الهمزة وتبعها ألف وابن قلنا نكتبه أبن الهمزة دي الاستفهام أبن أبل ألف أبن جارنا أنت ونديره علامات الاستفهام ثم أصحح إنجازي بمعيد صديقي أو صديقتي وبهذا ننهي تمرين صفحة 77 نلتقي في الصفحة 78 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجع إلى البلايليست إلى اللقاء